نيجي بقى نطبق ده في الواقع العملي في الواقع العامل والقائم بالتحرابي بقى مأمور الضبط القضائي اللي هم ايه زباط المباحث وزباط الشرطة زباط الشرطة العالم يعني زباط الواقف الكمين مأمور الضبط قضائي امن الشرطة مأمور الضبط قضائي من حقه لو هناك جريمة حل ووقع يتعين الضبطاء ده تلبس مواقف الكمين يضبط ويفتش وكلام ده كله كم ده هنقوله بعد لما نقول بقى هننطبق ده عملي نقول تحريات والتحريات دي اللي هو بيقوم بها رئيس المباحث او المسؤول بتأتي عن طريق معلومات من مصادر سرية معلومات من مصادر سرية خلي بالك اهم الكلام ده لان ده اه اضاية كتير بتاخد براءة بسبب الموضوع المصادر السرية ده بس هو من حقه يستعين بالمصادر السرية ولكن معلومات تجيله ولكن لابد ان يكون له دور هو شخصيا اللي هي المرأبة الشخصية من جانب مأمور الضبط القضائي خلال مدة التحريات اللي بيحددها عشر تيام سبعين تلات تيام دي علشان نصل بالتحريات اذا كانت التحريات دي جديها من عدمه طيب لو كانت التحريات مصدر سر حنقول وردت الينا معلومات معدر التحريات انه في يوم كذا بمعرفتي انا النقيب فلان رئيس مباحث الاسم وردت الينا معلومات من مصادرنا السرية مفادها قيام المتحرع عنه ويقول اسمه واحد او اتنين او تلاتة او عشر المتحرع عنه البالغ من العمر عشرون عاما ويعمل وزفته والمقيم محل اقامته تحديدا واضحا والمقيم يبقى اسم المتحرع عنه عمر المتحرع عنه محل اقامة المتحرع عنه ده لابد ان تتضمنها التحريات والتحريات بقى تتعلق بواحد او اتنين او عشر متحرع عنهم البيانات دي مطلوبة لكل واحد متحرع عنه مرتكب جريبا طيب قلنا معلومات من مصادر سرية تفيد قيام كل من فلان وفلان وفلان المقيم بشارع كذا رقم كذا والبالغ من العمر كذا ويعمل وظيفته قد كده طيب يقومون بالاتجار في المواد المخدرة ويحوزوا اسلحة نارية وزخائر سنقول تحريات بقى صحة وقد اكدت تحرياتنا سرية من خلال المراقبة الشخصية المتعددة في مدة محددة ان المتهمين المتحرع عنهم يحوزون ويحرزون مواد مخدرة واسلحة وزخائر يبقى خلي بالكم التحريات فيها كل الشروط اللي قال عليها القانون واستقرت عليها محكمة النقد ما هي احكم محكمة النقد بتعتبر قانون في الاجراء يعني لما تستقر على مبدأ يبقى خلاص بيأخد حكم القانون طيب هنا لما التحريات جت بالصورة اللي يتطلبها القانون انها تضمنت كل ما يتطلبه التحريات اسماء المتحرع عنهم اعمارهم محل اقامتهم يحوزوا ويحرزوا جريمة ايا كانت وان القائم بالتحريات راقب قال لي بالكم المراقبة الشخصية راقب المتحرع عنه اكتر من مر وتأكد له اثناء المراقبة الشخصية ان هناك جريمة حالة وواقعة يتعين ضبطها مما يسوغ عرض الامر على النيابة العام طيب قلنا احنا التحريات بقى وبعد ما خلص وقال ان انا رائبته مراقبة شخصية وتأكد لي صدق المعلومة ان الناس دول يحوزوا ويحرزوا خلي بالكم الحياة والاحراس في كلام في كلام كتير جدا تسعين في المية من القضايا بتخلص كده طيب واخفل المحضر على ذلك في ساعته وتاريخه ويُعرض على السيد الاستاذ وكيل النائب العام للتفضل بالإذن بالضبط والتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتحرع عنهم لضبط ما يحوزونه او يحوزونه من مواد مخدرة واسلحة وزخار اشتركوا في القناة